كثيرين لا يعرفون أن علاقات أن من بين أسباب الإنقلاب على بنبلة من بين الأسباب رح أحد الأسباب واللي ربما كثير من الجزائرين آنذاك وحتى التاريخ ربما أعطاه الحق لبومديم رغم أن كانوا انقلابه هو أن بنبلة كان لعبة في يد ناصر ناصر يومها ما هوش سيسي تعل يوم ناصر يومها المدافع عن المنطقة وعن الأحرار وعن العالم وكان في عدم الانحياز مع نهرو ومع من هذاك التيتو ومع كل كبار العالم غير المنحاز يومها وناصر بالكاريزمان تاعه بخطاباته وواواوا مع ذلك من بين الأسباب التي أدت بالإيطاحة ببنبلة هو أنه كان يتلقى تعليمات من عند ناصر فالجزائريين اللي هناك وكان بومديم في هذا النقطة تحسب له رفضوا ذلك وطاحوا ببنبلة وبرغم أنه في الخطاب مضمون الخطاب ما بين عبد الناصر وابو مديين تقريبا نفسه تقريبا الاشتراكية والقومية وكل ذلك الشي اللي بعون الشعوب إلا أن بومديم كانت لديه في العقيدة الدفاعية الجزائرية العقيدة الخارجية الجزائرية وعقيدة العسكرية الجزائرية لا يمكن ولن نسمح للمصريين أن يجاوروننا حتى ولو كان النظام في مصر يلتقي معنا في كل شيء لن نسمح للمصريين أن يكونوا أن يستولوا على طرابلس أو أن يكونوا فاعلين في طرابلس قادرين على التحكم فيها ولذلك بومديين ساعد القذافي على ما فيه من جنون لما ساءت العلاقات ما بين بعد موت عبد الناصر ما بين القذافي والسادات وجرت حرب الخمسة أيام بينهما اللي أقدمت مصر السادات على الدخول إلى ليبيا وقصف ليبيا إلى آخر الذي أوقف تلك الحرب هي الجزائر وأنا ذاك كان بومديين مازال أحي ثم وارث عنه الشادلي ووارث عنه نظام الحكم على كل ما فيه من مساوي لأنه يا إخوان راه نظام واحد صحيح من 62 لكن راه الفرق ما بين ما جاء بعد التسعينات وقبل التسعينات فرق كبير حتى نكون منصفين وقادرين على التحليل إذن في تلك الفترة جاء الشادلي من بعن وأيضا رفض النفوذ المصري في ليبيا وكان كلما يزداد النفوذ المصري كلما يضغطوا القذافي إما يدعموه إما يضغطوا عليه على حسب موقفه هو سقوط طرابلوس في يد حفتر تعني أن حاكمها عدو لنا معلن واحد تعني أن المصريين والإماراتيين والسعوديين ومن وراءهم حتى إسرائيل تتحكم في حدودنا الشرقية وقريبة على حدودنا الشرقية تعني أنهم أول شيء سيقوم بحفتر هو أنه سيطالب بالأربعين ألف كيلومتر مربع لعمر القذافي اعترف بها وهي داخل حدودنا وتعني أكبر من ذلك أن القوى الكبرى ستتصادم بقربنا وأن فرنسا ستعود للأراضي الليبية التي كانت تحتلها في نفس الوقت التي كانت تحتل الجزائر وهي موجودة فيها اليوم منطقة الجنوب الليبي كان مستعمرة فرنسية أيام الاستعمار الإيطالي لليبيا هل تفهمون هذه الأشياء؟ ما أحذركم منه هو أن تستخدموا ما هو واقع في ليبيا لضرب الحراك وضرب الثورة لأني أعرف أنها دارت نقاشات حول هذا الموضوع سنقف لكم بالمرصاد بإذن الله وسنكفح ونكشف ألاعيبكم إذا بدأتم في هذا الخط لكن ما يمكنكم أن تفعلوه وهو بسيط وواضح هو دعم حكومة السراج هو التلاقي مع الأتراك ولو على الحدود الدنيا لأنها تجمعنا مصلحة حتى عندما يكون نظام يكره نظام التركي لكن مصلحة لدينا مصلحة مشتركة وفي العلاقات الدولية ليس هناك عواطف إنما هناك مصالح ومصلحةنا اليوم هي أن تكون حكومة السراج والقوى الثورية من ورائها عموما هي من تحكم طرابلس وليس حفتر ومن ورائه أفرانسا والإمارات والسيسي والسعودية وإسرائيل وغيرهم هل هناك من يفهم هذا؟ هل هناك من يعقل هذا؟ أم أنه عندما يجي الفاس في الرأس ويسيطر حفتر على طرابلس سيبدأ الندب أنت سفهان حكم الذين لا يفهمون كيف يديرون بلدية فأصبحوا يديرون الدولة أتمنى على بعض العقلاء داخل السلطة ونعرف أن هناك عقول دبلوماسية منهم زملائي لدرسوا معايا قادرة وكفأة على إدارة هذا الصراع وأعرف أن هناك أيضا ضباط كبار قادرين على فهم طبيعة الصراع أن يضغطوا على أصحاب القرار من أسهاري العصابة ويفهموهم المخاطر الكبرى التي تحيط بنا حتى إذا نسينا الأخوة ونسينا المصير المشترك والتاريخ المشترك والجغرافيا المشترك والمياه المشتركة والغاز المشترك حتى إذا نسينا هذا كله والمساعدات الليبية أيام الثور إذا نسينا هذا كله فإن المصلحة الاستراتيجية للجزائر لا يحكم حفتر ولا أحد من أتباع حفتر يحكم طرابلس لصالح القوى الاستعمارية ولصالح مصر السيسي وإمارة الأمراء وسعودية بن سلمان حي الله الأحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة